خلوني هنا بقى أخذك على حاجة تانية مختلفة بعيدا عن هذا الحديث وهو حديث له شجون الحقيقة وفيه الكلام يطول وتاني مسألة ليست بالعاطفة سيبك منعواطفة لكن مسألة بالحقائق والأرقام تعالنا نروح بقى على معلومات الوزراء الذي وقع وقع خلاص بقى وقع مذكر التفاهم مع مايكروسوفت علشان علشان تتعمل خريطة بالتعاون مع مايكروسوفت للتحول الرقمي سيادة النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أهلا 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 وسهلا سيبكيز زكا سيادة النائب عامل ايه أنا يخليك وتحياتي لحضرتك ولكل المشاهدين تحياتي ليك وشكري دايما موصول على قبولك كل مكالماتنا واستضافاتنا بتبقى يعني بتبقى سعداء ومتشرفين بك دايما تشرف لينا عاوز أقول لك الموضوع اللي أنا كنت مع سيادة تكفي الزكاء الاصطناعي يعني شاهد جدود أفعال ووجدنا رسال يعني ناس في ناس قالوا احنا عرفنا من الحلقة يعني ايه زكاء اصطناعي وسلبياته يعني أيوة يا ربي خليك سادة النائب سادة النائب هرجع بقى على الموضوع بتاع النهاردة والتوقيع مع مايكروسوفت عشان نعمل حاجة اسمها الخريطة الرقمية أول سؤال هيجي على بالي أنا وأي مشاهد بعد شوية احنا عن التكنولوجيا والاتصالات يعني ايه خريطة رقمية طيب خليك بس أقولي سيادتك ان يعني هذه الاتفاقية هي اتفاقية مهمة جدا وده على فكرة استكمال دي تاني اتفاقية يعني بتستكمل دي تاني اتفاقية وده لتطوير الاستفادة من تطبيقات الزكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وده يسبب يساهم بشكل كبير جدا او بيعزز قدرة الباحثين تعرف فيه عدد كبير من الباحثين العاملين في مركز معلومات مجلس الوزرة ودول اللي بيحللوا البيانات ومشاء الله هم خبرات وفكر ورؤى هذه الاتفاقية بتساعدهم بشكل كبير جدا في تحليل البيانات وبتساعدهم ايضا في اتخاذ القرارات وطبعا فيه بقى مقترحات لتطوير اي موضوع ويتخذوا قرار فيه ليه ميكروسوفت يعني ليه ميكروسوفت دي اتفاقية رائعة ويسمى ميكروسوفت الحائية من الشركات العالمية اللي لقى خبرات كبيرة جدا في التكنولوجيا الحديثة احنا هنا بهذه الاتفاقية احنا بنتواكب مع العالم هذه الاتفاقية بما ثابت ان مصر النهاردة واحد مركزها وهو مركز مهم مركز معلومات مجلس الوزر احنا النهاردة بننقل الخبرات العالمية في مجال التحول الرقمي للكوادر العاملة في المركز عندنا طب ده شيء رائع جدا يا دا دا انا كنت فاكر ما يعني ايه هو ايه توقيع الاتفاقيات والحاجات دي ساعات كده تمر بالسهل الموضوع كبير ما هوش سهل وما هوش بسيط جدا طبعا انت عارف سيادتك احنا كل يوم فيه جديد احنا النهاردة المذكرة دي الحقيقة انا ساعدت جدا بيها وقشيت بيها ليه لان انت النهاردة بتتماشى مع العالم ولادنا اللي موجودين في المركز النهاردة التكنولوجيا الحديثة والخبرات اللي موجودة والكبيرة في العالم والخبرات العالمية بتتنقل عندنا سمص والحقيقة انا عاوز اقولك واشيط بده والله مش بجامل ولا بزايد الدولة المصرية قادمة بشكل كبير جدا في التطور التكنولوجي بشكل ما شاء الله وده دعم السيد رئيس عبدالستح السيسي وانا بشكره لدائما في كل مجدراته ولقاءاته بيؤكد على التحول الرقمي ممكن هو كان بالامس كان امبرح في لقاء مهم جدا مع وزيرة صلاة واكد ده ووجه بمنظومة التحول الرقمي وتطبيقها في كل الدولة المصرية تبدو عظيم بإذن الله انا بشكرك جدا 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 سيد النائب وعايز اشوفك قريب بإذن الله بقى وتبقى منوارنا كده ونوعب برضو ايه نكمل مناقشات في مسألة التحولات الرقمية في مصر ومستقبل التحول الرقمي المصري كل شكر السادة النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب